يبدو أن قرار اليونسكو الجديد المقتضي بتصنيف ملف القفطان والجندورة والملحفة وبعض من الحلي ضمن قائمة الثرات الثقافي غير المادية الجزائرية شكل ضربة مجعة لنظام المخزن المغربية الذي لطالما حاول التزييف والخداع بنسب ألبسة من الثرات الجزائري لثقافته فبعض الرأي والشدة المسانية ها هو الدور اليوم على اللباس الشرقي الجزائري المتمثل في الملحفة والجندورة القسنطينية وقفطان القاضي وغيره من الحلي الأصيل إدراج كل ما هو لا مادية الجزائرية في اليونسكو أو في لائحات اليونسكو عبر السنوات الماضية إلى غاية هذه السنة كل سنة عندنا ملف يتضمن ثلاثة من موارد اللامادية الجزائرية ومسادقة اليونسكو وقبول اليونسكو هذه الأمور تعد ضربة موجعة لكل من يترصد بتوراة اللاماد الجزائري بعد ساعات قليلة فقط من إعلان قائمة اليونسكو الجديدة بدأ الذباب المخزني في نشر أكاذبه المقتضية في التشكيك بتصفية المنظمة العالمية وهو الذي لم يفوت فرصة واحدة عبر أبواقه الإعلامية ومهرجانته التي تنسب كل ما هو جزائري من مولوث مادي وغير مادي لثراته للأسف الشديد أن المولوث الجزائري تعرض إلى سرقة أو نحب من طرف جهات أخرى بغير دلالات بغير أدلة قاطعة على أنهم هم السباقين لهذا الأمر قرر اليونسكو وينجاء متأخرا إلى أنه يؤكد مرة أخرى عمق الحضارة الجزائرية العريقة والغنية بموروثها بمقوماتها المادية واللامادية من شرقها لغربها ومن شمالها إلى جنوبها